منح سيبستيان لوب فريق البحرين ريد اكستريم بداية قوية في رالي دكار اليوم مع انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لهذا العام في المملكة العربية السعودية واستهلت بمرحلة تمهيدية مسافتها 27 كم وسجل لوب ثالث أسرع زمن اليوم حيث يسعى بطل العالم للراليات تسع مرات إلى تحقيق فوزه الأول في رالي دكار مع فريق البحرين ريد اكستريم بعد أن حقق رقما قياسيا في ستة انتصارات متتالية في السعودية قبل 12 شهرا في طريقه إلى المركز الثاني على التوالي في رالي دكار وتعتبر المرحلة التمهيدية التقليدية بمثابة بداية للمراحل الصحراوية الأطول بكثير والتي تقام على مدى الأسبوعين المقبلين على دروب يبلغ طولها حوالي 8000 كم وتمر عبر طرق صخرية ورملية محيطة بالعلى حيث يتم اختبار مهارات القيادة والملاحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر